بعد حياة ثرية شغل خلالها العديد من المناصب اعلن الديوان الاميري الكويتي وفاة امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصباح هو الامير السادس عشر لدولة الكويت والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة ولد في الخامس والعشرين من يونيو الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين في مدينة الكويت وطلق تعليمه في مدارسها المختلفة وبدأ حياته المهنية في السلك العسكرية حيث تدرج في المناصب العسكرية حتى اصبح وزيرا للدفاع في عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين شغل الشيخ نواف منصب وزير الداخلية عام الفين وثلاثة ثم تولى منصب ولي العهد في عام الفين وستة وفي التاسع والعشرين من سبتمبر الفين وعشرين تولى الشيخ نواف مقاليد الحكم في دولة الكويت بعد وفاة اخيه الاكبر الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح خلال فترة حكمه عمل الشيخ نواف على تعزيز الامن والاستقرار في دولة الكويت كما سعى الى تطوير اقتصاد البلاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين كما اولى اهتماما كبيرا بالعلاقات الخارجية وعمل على تعزيز التعاون بين الكويت ودول العالم عرف الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بحكمته وخبراته السياسية كما تمتع بشعبية كبيرة بين المواطنين الكويتيين حيث كان له دور كبير في حل العديد من الازمات التي عصفت بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر